اليوم الجمعة 27 شباط 2015 الشهر سنسجل من توقعات على لسان صاحب التوقعات مايك فغالي أو أم أف رح نعرف من هلأ لغاية الساعة 11 ونص وأكيد نحن بانتظار النداء المباشر اللي سيطلقوا ومننقلوا مباشرة على هوينا دولة الرئيس سليم الحص مايك فغالي أهلا وسهلا فيك سباح خير يعطيك العافية إذا بدي أعمل هيك ملخص لأم أف يعني حطيت أنا مود فظيع موفق فيكن أو موفقين فيي أعرض أكتلي إياها دغري موفقين ببعض موفقين ببعض موفقين ببعض مين موفق أكتر أنت موفق بالمشاهدين أو المشاهدين موفقين فيك مايك منكمل بعضنا أنا والجمهور منكمل بعض أنا لحالي ما إلي وجود معهم بقوة هني بما أنه مرتحي لي معتا وجودي شيء كتير حلو بالنسبة لهم منكمل بعض نعم مايك في عندي مواضيع كتير أحكي فيها معك خاصة بالأسبوع الأخير يعني كتار من المقالات السياسية حكيت عن ما ينتظر لبنان عندما يضوب السلج وغيرها من هذه الأمور وأنت كنت قلت أنه شهر أدار رح يكون شهر حاسم وأسود مثل ما بتذكر ونقشم كتير هذه النقطة تحديداً إذا نربط كل الأمور ببعضها يعني ما بعرف إذا بيطلع معك حق أو يعني كان عندك هيك قدرة استباقية على استشفاف الأمور أو بأي خارج بدنا نحطها مش استشفاف الأمور شو؟ كان في كراءة حسابية لأوقات تاريخية ما رأت فيها لبنان تاريخ بعيد نفسه فيها بهذه المرحلة نرجع نرتاح نسان أيارح زيران تموز مش ارتياح كامل ولكن بيكون ارتياح تجاه نسبة للي عم نمرق فيه هلأ بقى بنرجع نفوت بخضم العاصفة نعم على كل حال يعني الأيام القادمة وأدار يعني قريب واحد أدار نهار الأحد وبتصور أنه الأمور ستتكشف يوم بعد يوم من شاء الله بس إلى الخير إلى الخير من شاء الله يا رب رح نبلش بأول أتصال مايك فغالي معك ألو صباح الخير صباح النور ممكن أحكي أساس زمان أكيد تفضل صباح الخير أساس زمان صباح النور بدي أسألك عن خواتي السنان في عندي خياتي يوضع معدن مش عارفين من شو الصوت عم بروح ويجي إذا بتكون وقفة محل مايك أو بتوطي التلفزيون الصوت كتير عم بيعطي صدق خفة صوت التلفزيون نعم تفضل صدقتنا شو السؤال عندي خيي عندي واجع معدن وعلي اللي قامه خيي تاني عندي ينقل من منطقة لمنطقة من بلد لبلد نعم خييك اللي عنده واجع معدن وينه بلبنان بلبنان وعندك خيي آخر عم ينتقل من منطقة لمنطقة خارج لبنان يعني أوكي عم بتسأل عن خيي عنده واجع بمعته وخيي اللي عنده واجع بمعته هو إجمالا عايش مرحلة عصبية كتير كبيرة نظرا للظروف معي شي مرأ فيها النصيحة أنه يشوف طبيب هون ما في توقع نصيحة يشوف طبيب لأنه مفروض يكون في عنده علاج مستمر لمدة ستة شهر نوع من الدواء حسب جسمه طبيب بيوصف له مش منطقة نفسه بالنسبة لخيك اللي عم بينقل اللي بقليك يفي نوع من هروب من مكان إلى آخر إذا ما صلح الأمور ما رح تكون نقلة كتير موفقة بده يخلص الأمور العلقانة اللي كرمالة عم بيظهر من مكان إلى آخر فيخلص أموره قبل ما يقلوا بالنقلة كاملة لأنه ما رح تكون كتير مشجعة نعم شكرا لك صديقاتنا متابعة كمان مع اتصال دايماً هيك بتصادف أنا وياك يا على نهاية شهر أو بداية شهر الأسبوع الماضي حكينا عن شهر أدار وقلت لي ممكن يسحب لقى شهرين ثلاثة بعدين نترك البعنين لبعض الاتصال ألو ألو مرحبا مرحبتين إذا تريد فيني ما عطي اسمي فيك ما عطي اسمي تفضلي شو سؤالك لمايك عندي ابني كان صغير اتعرض لهاد السيارة نعم وعم نقبدي فيه كتير لهلأ أساته ما بيحكي بدي شوف شو وضع الصحي ونحنا وضعنا الصحي والمالي بس هسكر تليفون واسمع بس قديش عمره ابني كله تماني سنين نعم سيني سكر اوكي اوكي صديقة تفضلي سكري خط التليفون واسمعينا من التليفزيون ولو سمحت اللي بقلك هي انه بتتحسن الأمور على العشر سنين او الهدى عشر سنين ما بكون طليق اللسان مثل متحايل لها شخص لا بكون في شوية تقل ولكن بترجع تسمع صوته وبيرجع بسر يحكي والصبي أسكى من عمره بس التلبيك اللي عايشه اللي ما عم بيقدر يعبر ما حدا عم بيفهم عليه بالعمر التقريبا اللي عشر حدا عشر سنة بتكون أموره كتير جيدة ما في خطر صحي على أي فرد من العائلة بتمنى عليك الانتباه على الأمور العقرية بهالمرحلة اللي مرئين فيها من هلأ لشهر خمسة هلأ ودك تقول لي مايك انه ما تركوا يمكن طبيب إلا ما أخذوا لعنده لأن قالت انه تعذبنا معه بالعلاج انت بأقل من عشرين ثانية عطيته الحل ما عجز عنه الأطباء يعني اليوم أوجدت له الحل وقلت له سنتين لقدام ما بتنفك العقدي بيرجع لحالته الطبيعية اي وعا كلامي مسؤول مش أول مرة السبب في شيء أثر على رقبته بالضربة اتنين صار فيه عامل نفسي انه معقول يعني هلأطباء ما أخذ عولة عدد فحوصات وصور أشعار بجوز قالوا لي أنه فيه أمل بده وقت بجوز قالوا لي طعي أمل كل واحد بقول شيء بجوز فيه أطباء شخصه مزبوط الموضوع عندي اتصال بس توقفنا عن كلمته بعدين وبعدين لعنا شهر أدار وكم شهر لقدام وبعدين بعدين لعنا مرحلة فيها رواء لأب 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 لشهر أب لشهر أب فكرت لقب من بعد شهر أب بشهر أب نرجع موفود بالمومعة سنكون منسيين شوي صغيري بهذه 3 أربعة شهر نظرا للظروف الاقتصادية العالمية اللي بدها تأثر على لبنان أنا بعد ما رح دون شي بهذا التاريخ بعدنا نحكي عموميات بس تصير جاهز لتعطيني بالتواريخ وبالأرقام وبالأسماء إذا بدك لأن الأسبوع الماضي مرأت لنا مساج بالاسم وهيك مثل نغمت على الموعد والتاريخ أوكي إذا في منت وقعات جاهزة هات لنختم نحن وياك شهر شباط ونبلش نسجل بناخد اتصاد وعندك حرية التوقع ألو صباح الخير يعطيكم العافية الله يعافيك ماري أهلا بماري بدي أسأل ميسيو ماي كيفك ميسيو ماي صباح الخير بدي أسألك كيف التصرف مع خي بخصوص عنا أملك يعني بذل الجبل بدي أشوف كيف الطريقة بالتعامل معه إنه هو إيناك رحقوقنا كيف يعني بدنا نتعامل معه وكمانا بدي أسأل عن البيت البيت إنه أنا وجوزي روي بس هيدا سؤال أول شي بتقدر يتقدمي علي تتحط النقاط على الحروف على صعيد حصر الأرث يلي حاسين إنه حقكم عم يتاكل تحطوا إشارات على العكار هون عم بعطيكي نصيحة مش توقع التوقع بقول إنه من الجمل دين تو رح يطلع لكم بس أنا عم بنصحك كيف تقدمي يحطي إشارات على العكار وخلي الأمور بيد محامة هو بجارب قدر المستطاع يطلع لك حقوق لألك يمكن نزام المنطقة أو الطائفة أو البيئة ما بيعطي للأمرأة حقها ولكن فيه عن طريق محامة تقدر تقدمي على هالخطوة بالنسبة للبيتك في مرحلة هدوء الهدوء هيدا ما رح يكون فيه بعده عاصف لا رح تصل لنقطة فيها تفاهم مستقبلا بالالفين وستعاش فيه سفر كتير مهم لرب البيت لأمور بتكون إيجابية جدا شكرا قال لك ماريو بالتوفيق بذكر أنه الرقم اللي عم نشوفه بأسفل الشاشة هو للاتصال بماكف غالي داخل لبنان وخارج لبنان خارج لبنان 0088 169 02 585 رقم داخل لبنان يعني فقط ماكف غالي معني فيه هو 03 25 1 9 48 بتمنى عن جد بتمنى تسجلوا هذا الرقم لأن بكل نهار جمعة وعلى مدار الأسبوع داحك ماك لأنه يعرف شو بيعمل وأدى يعني أثار حضوره بتنعكس علي سلبا ليل نهار ومساجات وما بعرف شو بدنا رقم ماكف غالي يا جماعة هذا هو رقم ماكف غالي رحقوله بصوت عالي 03 2 5 1 9 4 8 داخل لبنان ما حدا بقى يسألني عن رقم ماك وكيف يكون تحكوا مع ماك هذا هو الرقم في غير وسيلة ما فيكن تعطوني اسمكم أو رقمكم نحنا ما فينا نتصل بحدا من الرجي أو ما فيكن تتصلوا على رقم تعطيكم يتحكم مع ماك غط الحمام طار الحمام 11 نسأل لخمسة بيكون صار بسيارة واختفى نحنا ما نعود نحكي ولا نقدر يعني لتيسيا طيب رح كافي عند الاتصال جاهز ألو ألو مجور مجور يا هلا منسأل سيد باك عن اشياء مالية ذهب اشياء متعلقة وصحيا ومستقبل عفوا اول شي اشياء مالية 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 نحن وعدة من شهر كم شهر قبل عيات وفيش سابقا زبط اتنعو صباح خير نعم مالية صحيا ومستقبل نعم اول شي مالية الامور ما زالت عال او بعد بتمتد لشهر ستة سبعة تتبلشو تاخدو جزء من الحقوق ولكن ما في اي شيء بضيع ولكن بكونوا مقسمين على اكتر من دفعة تاخدو حقوق كاملة صحيا صاحب الصوت مان مرتاح كتير لهذا الصوت اتمنى اجراء فحصات باج سرع وقت ممكن والانتباه كتير على الشريين بقت ما بقى مستقبليا ما في شيء بده يتراجع الامور الى الامام ولكن ما تخدو اي معركة مشروع جديد بالوقت الحالي من هلأ الى ثمانة شهر ما تفوت ولا اي مشروع المشاريع رح تكون كتير فاشلة بعد ثمانة شهر في كنت مع الخطو يلا دايما اقول عنيت الله ما كف غالي بتمنى لما بتطلق اي خدمات جديدة تحصير ها فيك لان يعني متل ما كنت عم جاير لك المسجز رح سير جاير لك الصور لان بأحدى الحلقات قلت انه اذا ما في امكانية للاتصال بعطوا لنا صورة على الايميل مش عندي ولا ايميلي ولا فاكسبوك الخاص في مايك at مايك فيغالي dot com تبعطوا الصورة فتواصل بس مايك في كتير شكاوى انك ما بترد على التليفون اخي ما فيش ازول ما بترد على التليفون التليفون انا عم بيستفيد منه وهني عم بيستفيد منه ما في مجال مرد لما بده يندق على ارقام الخاصة لا في رقم شغل هو اوات ترد عصبية طبيعي طيب ما انه مضطر الشخص اللي عم بيتكلف ويدفع علي يحكيك وياخد استشار لا عصبية بيكون مندقين على ارقام الخاصة مش على رقم ولا ممكن هذا رقم شغل ما في مجال لا انا ولا ضميري بسمح لي رد بعصبية على هذا الرقم ولكن على ارقام الخاصة لو ما حدا بدأ لو مني جاي من رقم ما خصك ما بدنا نقلك مني ممو معصب علي ما في بوليتيك من هيك بطلت استرجع لهم قولونهم من قبالي لا بالعكس مسلا بسأل مين عطاكم الرقم مش حلوي شخصي قللك ما بدي قللك بسأل قبل إليح وشان على رأس خلص بعرف انه في شخص بسأل 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 بوينا الأحمر لا عطينا نحن مثلا بوينا الأحمر ولكن لو ما بدي إليك ما في لزوم إليك نحن اتصالات المشاهدين عم بيكونوا على 01491703 أما الاتصالات الخاصة على رقم مايك فغال الموبايل الخاص فيه فقط تقدروا تتواصلوا وما في أي طريقة وصدقوني وسيروا يسألوني نحن نعرف فلان بالأو تي في وفلان بيخصنا مين ما بيخصكن الله يخلي لكم إليهم في غير وسيلة يا خي أنا ما بعرف ها لا في هيدا الوسيلة التليفون في وسيلة الإيميل في كل البلد عم بزوره عم بيحكي عنه عم بقول وين بكون موجود نعم بأربع شهر رح كون بالأردن لنهار واحد بس مايك رح نستأذن منك وندعي كل المشاهدين لننتقل مباشرة إلى سماع النداء اللي رح يطلقوا دولة الرئيس سليم الحص تعالت من لبنان وطنا متميزا عن باقي بلدان المنطقة وعنوانا للتعايش السلمي بين الطوائف والأديان المتعددة تحمي بعضها بعضا ما شكل مصدرا هاما لتلاقي الثقافات والحضرات وبفضل هذه المبادئ التي أنشئ لبنان على أساسها أصبح نافذة العرب على الغرب وبوابة الغرب إلى الوطن العربي فلنحافظ على إرثنا الحضاري والثقافي ونرتقي بعملنا إلى مستوى المسؤولية الوطنية ونقدم مصلحة الوطن ومصلحة الشعب والأجيال على مصالحنا الذاتية الهزبية الضيقة لأن أي خلل يصيب صيغة لبنان الحضارية والثقافية والتعايش والتسامح يصبح لبنان مهددا وبشكل جدي كيانا ووطنا والعياذ بالله إننا نتفهم الدوافع والنية الحسنة لدى الرئيس تمام سلام لقبوله بصيغة الإجماع التي اتبعت في مجلس الوزراء إيمانا منه بالحفاظ على الوحدة الوطنية خصوصا أننا نشهد شغورا في سدة رئاسة الجمهورية لكن للأسف فإن البعض استغل حرص الرئيس تمام سلام على الإجماع الوطني ليعمل على التعطيل والمناكفة السياسية التي ارتدت سلبا على إنتاجية الحكومة على الصعيدين الوطني والاقتصادي وفي هذا المجال إذ نعلن تمسكنا باتفاق الطائف وتطبيق بنوده كاملة خصوصا فيما يتعلق بصلاحية رئيس مجلس الوزراء وآلية اتخاذ القرارات في مجلس الوزراء فإن المادة 65 من الدستور واضحة فهي تحدد الآلية الدستورية لاتخاذ القرارات في مجلس الوزراء إن على صعيد اجتماع مجلس الوزراء أو تسيير أمور المواطنين أم على صعيد اتخاذ القرارات المصيرية كإبرام الاتفاقات أو في حالة الحرب والسلم أو حتى تعيين موظفي الدرجة الأولى المطلوب هو تطبيق الدستور والالتزام ببنوده وليس خرقه أو العمل على تفسيره وكل على هواه بهدف تحقيق مكاسب شخصية أو طائفية أو حجبية فلتسقط كل الآليات المبتدعة التي تشكل خرقا فاضحا لمنص عليه الدستور حسب المادة 65 والتي نظمت آلية عمل الحكومة خصوصا في ظل شغور سدة الرئاسة الأولى الحياة السياسية في لبنان باتت تعاني شللا غير مألوف على مختلف المستويات لقد أصبح خرق الدستور والعبث ببنوده أمرا عاديا لا بل محللا عند البعض وهذا يدفعنا إلى الاعتقاد بأننا نعيش في حال من الفوضى والفساد من دون وازع أو رادع بات لبنان غابا بلا شريعة لا يوجد سبب ولا مسوغ يمنع نواب الأمة من تأدية واجبهم الوطني والتاريخي بانتخاب رئيس للجمهورية والمفارقة أن كل الدول والوفود الرسمية العربية والأجنبية التي زارت لبنان طالبت اللبنانيين بانتخاب رئيس للجمهورية إلا أن اللبنانيين أنفسهم لا يعملون على تأدية هذا الواجب الوطني البعض يعتقد أن الفراغ في سدة الرئاسة يصب في مصدحته ليتذكر هذا البعض أن مصلحة لبنان الشعبي والرسمي ومصلحة الأجيال ومصلحة الدورة الاقتصادية والتجارية هي التمسك بمؤسسات الدولة واستمرار عملها الانتاجي وليس العمل على تعطيل تلك المؤسسات واهم من يعتقد أن لبنان سيبقى بمنأ عما تشهده المنطقة العربية من عنف وتطرف وتغيير ديموغرافي إذا بقيت الطبقة السياسية على هذه الحال من الإنقسام والتشردم والتعطيل ومما لا شك فيه أن انتخاب رئيس طوافقي للجمهورية يحصن لبنان الوطن ومجتمعنا المتنوع من تداعيات وإرهاصات أزمات الإقليم والوطن العربي لبنان يزخر بالشباب المتعلم المثقف والخلاق وللأسف فإن حالة الشلل والتعطيل الانتاجية وسياسة الكيدية المتبعة في لبنان أفقدت شبابنا الإيمان بالوطن والانتماء إليه ما أدى إلى تطلع شبابنا للعمل والإنتاج خارج الوطن لا بل إن قسماً كبيراً بات يفضل الهجرة على البقاء في الوطن وهذا يجعلنا أمام حال من النزف وخسارة الثروة العلمية والفكرية والثقافية والإبداعية التي يتمتع بها شباب لبنان لبنان وطن ترخص من أجله كل التضحيات من مناصب ومكاسب وكراسي فلنحافظ على الوطن وعلى ثروتنا من شباب لبنان اللامع والمبدع ولنترك لأجيالنا القادمة وطناً يفتخرون به اسمه لبنان ختاماً نحن اللبنانيين سنبقى على العهد أو فياء لمثلنا العليا ولتطلعنا إلى مستقبل واعد يكون لبلدنا فيه مكان تحت الشمس في خدمة الإنسان والإنسانية على وجه البسيطة وشكراً لكم إذن مشاهدين استمعنا إلى نداء الرئيس سليم الخص الرئيس الأسبق للحكومة للاستحقاق الرئاسي وطبعاً كان الحديث عن الخليفات السيئسية إذا بقينا على هالمنوال طبعاً الخطر عم بيدهمنا ونحن نفككين مش قادرين نواجه وأيضاً تحدث عن هجرة الشباب لخارج لبنان بحثاً عن مستقبل آمن مايك يعني نحن نسمع الكلام كلام الرئيس الخص الله يتول نداء حلو كثير حلو نداء لقدم بس لا بقدم ولا بأخذ أنه لو في ضمائر ما وصلنا أنه نسمع هذا النداء إن شاء الله الشغل واقف بالنسبة لأبنة الكبيرة عمر خمسة عشر سنة ترك المدرسة لها وشي كتير مزعج بكل التصرفات نفس الوقت بنتي مريم الصغيرة كمان عم يعلمها أنك تكون عم تتراجع هالقصة لورا بالنسبة لعلمها أنا السؤال لألك شو بالنسبة لمريم لزكريا عن الصحة وعن المدرسة وعن بالنسبة لأيدي أنا عن الصحة عن الشغل والزواج لأنه أنا مفاصل هل في أنه ممكن نرجع وهل ممكن إذا ما زبوط جايتني صفراء ولا لا حابط بس بالنسبة لأبني أنا كتير بشكل دالي على رأس مع بقدر أتعامل معه لأنه عن جد بتحس أنه متك أنه في شي صبي مش عارش واتمنى تكون نجاوب عندك ومرسي لألك يا أهلا أول شي من ناحية الصبي صبي كان من أزكى الأولاد وأروع الأولاد بعمره فجأا ألبت الأمور كلها هيدا سي ضغط نفسي على الظروف اللي عشتوها بقلب البيت وصار في الإنفصال صار عم بضيع الصبي يعني هون بأسرع وقت ممكن مفروض يكون فيه معالج نفسي للصبي وللبنت لبلغك يا الصبي رح يرجع يتابع دراسات رح يرجع يدرسه بيكون ناجح كتير ممكن يفوت على معهد معين بيعمل هواية بيحبه ولكن رح يكون ناجح كتير في المستقبل هلأ البندك تنتبه لها عندها حساسية كتير قوية ممكن تكون رابو أو شيء شبيه بالربو هيدا الشي عم بيخلق لعصبية زايدة عم بيخلق لتغييرات بالهرمونات مفروض تكون إما على علم بهيدا الموضوع الزواج بالنسبة للمستقبل لألك هيدا التفكير عم بيخلي الولاد يكونوا عصبية وبعد عنك وعم بيخلقوا شد كتير بينك وبينهم جارب ما تحسسهم بهيدا الموضوع أنه بدك تتزواج مع أنه حضرتك في عندك زواج بنهاية لـ 2016 السفر موجود تأجل أول مرحلة بشهر تسعة برجع بتم مع خير وسلامة ولكن بالنسبة للأبناء أتمنى بأسرع وقت ممكن يكون في معالجة نفسية للفتى ومعالج نفسي للبنت تقدر يكونوا عم بيحكم مايك فغالي طبيب روحاني حضرتك هذه برعا بسمع دعايا أنه دكتور روحاني أنت من عطي إياها الدكتور أبليس أنا انطلقت من رسالة بعدت لك إياها بعدت لك فورورد عليها رجاء أنا كتبت لأله رسالة على الفيسبوك الخاص فيه ولكن لم يفتح لا أستطيع الاتصال خلال البرنامج ولم أجد من حل مايك روحاني يعتمد الكشف على خلاف الغير التنجيم بينه وعلم الطاقة إذا استغرابت لماذا أصر على طلب مساعدته هو بالذات رجاء ساعدني جيفو زانبري وهيدا المساج يعني جايرت لك ما رح أقول الاسم حفاظا على الخصوصية لأن بعتت ليها إمبوكس حضرتك طبيب روحاني أو روحاني مايك فغالي مثل ما وصفتك كل إنسان بيقدر يعطينا الوصف اللي هو بلاقي حاله مرتاح لأله فيه بسي اللي بقول لك يعني الرسالة وصلتني توصلت بطريقة ما يمكن هي باعت الرسائل على الفيك أو يمكن إذا ميل فاتوا برهم بقولولي في أربع خمسة مايك فغالي فاتوا فبتمنى اللي بدوا يعمل أدول بدوا يحكي معي تبقلنا شو هي اللي بدوا بقلنا مايك أندرسكور مايك أندرسكور فغالي أتوا ميل دوت كوم بقدر يفوت لعندي ضغري على الفيسبوك ومنتواصل أنو وكل ميلات أخرى هي مخصنفية منة حقيقية ما بتمت بسلة لألك ولا شي مايك أندرسكور فغالي أتوا هذا الوحيد اللي أنا مسؤول عنه مسؤول عن إجاباتي داخله بقيت ما بقى ما بقدر عمل شي يعني عم نوضح لأنه كتير تساؤلات ماكتر بقول ما عم بتجاوب ما عم بيوصل لشي معنا اتصال جديد بس توضح للمشاهدين تريحكم وإذا بدت كون تريح حالي كمان لأن وكأن أنا يعني الحل أو مفتاح الخلاص بينكم وبين مايك يعني بلايقوا صورة زرقة بتخوف إلا إذا سيئبتش نهار جمعة تاني بس يلاقوا صورة زرقة بتخوف يعني هدا أنا صورة زرقة بتخوف حتى بروفايل بيكتشر بتعتمدها بتخوف صورتي أنا حاتت ما بكافي بتخوفنا لايف على الهواء أنا حاتت بحضورك وبنبرتك وشفت من فترة هذا قتى على تقليدك كمان دغري لما قالوا له مايك في غالي لبس هيدا الكاركتير وهالجدية وعاقد الحاجبين وغير بصوته من شي أنا هيدا الصوتي وهي طبيعتي وهي دعقلتي حلو يقلدوني وببسط كنت تلميز لمدرستي صور شادي مارون كنت عم بقلدك شادي بعتقد بعتقد حلقة كتير حلوة رح أخذ اتصال جديد بذكر رقمك داخل لبنان 0-325948 مجهور كيفك إلي الحمد لله كيفك أنت الحمد لله مش الحلفية ما قول اسمتلي فيك ما تقول اسمك على راحتك تفضلي صباح الخير صباح النور بدي أسألك بالدرجة الأولى عن الوضع الصحي صحيا لقلي أنا وللعائلة ودرجة تانية بيأسألك عن المادة والوضع العائلة كيف تشوفه حضرتك هلأ الأمور المادية بلش تأثر شوي صغيرة على الوضع العائلة البيتي ولكن ما بتتطور أكتر مما هي بالعكس الأمور المادية فيها ارتياح كبير وهلأ في خطة جديدة عم تقدموا علي المفروض بنهاية شهر أذار لمنتصف شهر نيسان الأمور بتكون كتير إيجابية على صعيد المادة صحيا شخصيا لقلك ما في أي خطر نهائيا بديك تتلبك بأحد أفراد العائلة الكبرى اللي بيمتوا لأليك بصري يعني بأحد أفراد العائلة يعني حدا من أهلك بديك تتلبك فيه ولكن اللابك بتكون أخير ما في أي خطر على الحياة أتمنى عليك ما بعرف لش بحس أنه عدوك بالحياة هو الماء قليل لتشرب ماء كل ما شربت ماء كنت ما كانت الأمور أحسن كل ما ضعف جسمك أكتر هالإرشادات اللي بتعطيها للناس بتطبقهم على حالك طبيعي يعني بتشرب ماء بتنام منيح تسعة ونص عشرة بكون غفين بوعا الساعة خمسة بشرب ماء كتير بننظم حياتي على أسلوب معين يعني لو مين مكان عندي تسعة ونص عشرة بدي نم إلا إذا كنت أنا بمكان ما عشرة ونص عداش بسحب حالي وبفل وأوقعت بتستعين بمرشد في حال اقتضى الأمر ولا ما يكفي لا 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 عطول في عندي مرشد روحي وعطول في عندي يعني كتير بتطلب من المشاهدين اللي بيتوصلوا فيك إنه استعينوا بمرشد طبيعي أنا عندي مرشد روحي لقلي مش ملكي ولكن أنا ألتجي لقلي وقت الحس حالي أنا تعبين نفسيا عفوا على سؤال من أي طائفة مرشدك الروحي عندي مرشد روحي شيعي ومرشد روحي مراني ما عندي مشكل أول أساميون كمان كتير عاد لو بكون تعبين ألتجي لحدا منهم و بنفس الوقت بعد أحيان بحب بقعد مع معالج نفسي نعم تأفهم حالي بعض أشياء أكتر أنا مش فهمينها بعد مايك نحن في أشياء مش فهمينها بنسبة لتوقعات أنت سبق وأدليت فيها كنت عم بقلك يعني اللي عم بيتابع الأخبار عم بيتابع التحاليل المحلية الأقلمية والدولية تجاه الأزمة في لبنان وبدول المنطقة يعني يتطابق مع ما توقعته وقلت لنا بحلقات سابقة اللي بدأ أعرفه مايك عم بيكون سابق التحاليل بتوقعاته أو كمان عنده قدرة على التحليل أو يعني يستشف التحليل من المحللين المحليين والغربيين ويبني على هالتحاليل توقعات لأن غالبا هالتوقعات تحديدا فيما يغتص بالمنطقة تصيب هلأ اللي بتقوله للمشاهدي ما بعرف من اللي حقنا على بيوتهم وهن ما بيخبرونا شو بصير قد يصيب قد يصيب ما في شيء اسمه تحليل لو المحللين عم بيحلوا مظبوط ما وصلنا لهون كانوا كيف في محللين يعني وبيعطوك بأداء التفاصيل يعني خط العملية كيف رح بتكون ومصارة ومنام تخلص هذه أمور سياسية بس عم تحكي أمور سياسية أي حتى عسكرية بيكون محسوبة كلها سياسية العسكرية لكن في أمور تانية شو قصك اللي ما في تحليل بشو ما في شيء اسمه تحليل لما أنت بتحس أنه في شيء بده يصير مبارح قريته على أقل موقع محلي وغربي هنا عم نحكي على سعيد سياسية بيتبلش من العراق بسوريا ولحقنا طرتوش إذن إحنا ما كنا محصنين يعني لا ما رح نكون محصنين هلأ مبارح بلش التحسين عمالية استباقية لقيادة الجيش مبارح بلش التحسين ولكن أتمنى أنه يتحسنوا أكثر في المناطق الشمالية بالمناطق الشمالية طيب لا أعني منطقة معينة بجزء الحدود بس التحسين الأكبر ينتبهوا يكون في لفة قوية للشمال طيب مايك عندي كتير اتصالات نبدأ نطرهم كتير على الخط بس بنفس الوقت بما أنه فتنا بهذا الموضوع وضروري نطلع بخلاصة بحلقة اليوم نحن نختم شهر شباط وأسبوع الماضي تركت ضج كتير كبير قلت لنا أنه معظم شهر أدار هو شهر أسود والشهرين الشهر أسود على سعيد أمني أعطيني توقع خليني يصيغوا بطريقة سليمة ونقدر بالأيام القادمة نقول لك يا مايك زبطت معك يا مايك أخفقت بالتوقع بتقلي محان وقته بتقلي تغيرت المعادلة اللي ما بعرف يعني نحن علينا نحسب والتبرير من عندك من اللي إلهامي بيتغير كل خمس دقائق بلكي أنه شهر أدار أسود على سعيد سياسي وأمني كنا حكيين بيان رقم واحد سمعني البيان رقم واحد على التلفزيونات اللي أقدمت علي المقاومة مشكورة بشبعة وكنت أنا وياك قلت لك خوفي من شبعة صح وقت الرد سريعة فكرة قلت لي يعينك على جنوب قلت لك الاتجاه غير الجنوب قلت لي لا وصارت عملية الرد على اعتداء النيترا اللي بيقول لك ياه هلأ في بيان رقم اتنين كبير جدا بده يكون صادر عن مين وبيوضع النقاط صادر عن مين عن أي جهة المقاومة أو خير اسمعنا بيان رقم واحد أوكي عم بقول بيان رقم اتنين يعني نفس الجهة صادر عن المقاومة رح يحط النقاط على الحروف الجيش بوي صوت عالي القرار لي هنا عم بيحكيك ثلاثة شهر لقدام أوكي الجيش القرار لي قرار جريء جدا أوكي على صعيد المؤسسة لبنان شبه حكم عسكري لانتخاب رئيس جمهورية نعم شبه حكم عسكري مش حكم عسكري شبه حكم عسكري لانتخاب رئيس جمهورية بيغضون شهرين لقدام يعني شبه أدار نيسان بيكون فعلنا رئيس جمهورية نعم بس ما كنت انتقيل بفترة أسرع رح بتكون الفراغ الرئيسي ما قلت أسرع من شهرين بلقاءات سابقة ولا تغير لا لا طيب باللقاء اللي حكينا كان مصور بأحدى التلفزيونات قلت لهم ثلاثة شهر أوكي فشبه أدار نيسان بيكون فعلنا رئيس جمهورية لا يمكس بالأسر لمرحلة معينة بس لحين إجراء انتخابات نيابية شرعية مضبوطة معدانا منشهد رئيس جمهورية لبنان من منطقة الشمال ناخد اتصال خلاص نهتل إياها نقطع على السطر أوكي تفضل خد اتصال عراسي صباح الخير صباح الخير يا أهلا في أحكي مشي مايك هو عميح آه أوكي صباح الخير صباح النور معك غدا من جبال نعم أوكي أنا أول شي بدي أسألك شو مخبيت للألثان وخمستعش من الصحة والشغل مدمع شغل وعندي مناسبة خاصة بأيار كيف رح تقطع وأنكا جنرال لا قلي أنا صخصية ماشي يا أهلا المناسبة الخاصة بأيار رح يكون فيها لقاء هيدا اللقاء بده يحدد مصير المستقبل كامل بتتمع خير وسلامة من ناحية العمل مد وجذر الواسطة بوقتها أديما كانت كتير قوي وبتنفع وصلت قوي هلأ بطلت تنفع هلأ بدك تركي على حالك بتتمعك على خير ولكن فيها تعب ما في أي خطر على صعيد مادة ولكن العقل الكبرى رح يكون فيقلك شي على صعيد عقار بده يتقدم لكن مفروض بأيار حزيران خلصت عفوا كنت هيك عم بعمل جوجة للي قلته عم ضيف إشياء مقدرت سجلتها ما أنا أتصال من أحمد من عمان أبو أحمد معك أبو أحمد سلام عليكم مرحبا كيفك يا أبو أحمد الحمد لله الحمد لله تفضل أبو أحمد نشكر الله الحمد لله مايك مايك عم يسلم على صباح خير مع مايك لكن الخط انقضع عندي نعم وعنا عزمته لا يجيني عمان وهو ما أرد عليه أنا ما عندي رقم الخاف نعم عزمك لا تروح عمان وما ردت عليه على حين إن شاء الله خير بأربعة الشهر سأكون بعمان لأريك أن أعرف الوضعي ووضع الأولاد صديق أبو أحمد الأربعة الآدة من ألراد بأربعة أذار مارتش سيكون بالأردن بعمان بعمان لا لا مش أمان يا أخي مش أمان الأردن أنا في مصقط مصقط عمان عندك زيارة على عمان عندي دعوة رسمية لا أفكر بقدر شوف أشخاص دعوة رسمية كتير على صعيد الرسم على صعيد الأبناء ما في أي خطر علي ولكن حضرتك فتت بموضوع تجاري أو بموضوع معدن أو أسهم بديك تنتبه كتير 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 بالوقت الحالي كل شيء أسهم شيلوا على جنب خليك عم تشتغل بالمعادن بعد الانهيار اللي عم نشوفه هلأ للمعادن فرد مرة بدها ترتفع الأمور بأسعار مهولة المعادن سوف ترتفع مع انهيار البورصة العالمية انتبه كتير على صحتك إذا بلش عندك أوجاع الظهر بأسرع وقت ممكن تجي لأقرب طبيب مختص بسنسلة الظهر خلي يعمل لك أشعة من الممكن أنه بمنتصف هذا العام تقدم على عمل جراحي ويتكلل بالنجاح نعم شكرا لك أبو أحمد تحييتنا لكل مشاهدينا بعمان بمسقط بالأردن بعمان بكل الدول العربية دعوة لعمان الأردن طالع عندي محاضرة محاضرة بأطيل حياة نهار واحد بس طالع بأربعة رجع بخمسة من الممكن المساعدة شوف حدا إذا حدا بأطيل حياة عمان طلعت رح تكون شوي رسمية بناء لطلب رسمي طالع هيدول هلأ رابع كتير بعدين أريد غيب شوي عن الساحة شي خمسة عشرين يوم أو ثلاثين يوم ومنرجع من كامل في مرحلة يعني كومباك لا ممكن تكون مرحلة صحية مش أكتر منها برجع والدعوات الرسمية على أي أساس عم بتكون يعني دعوة رسمية بفهم دعوة مواجهة من الدولة بشخص يمكن مسؤول معين وزير رئيس منظمة رسمية منظمة رسمية حزب رسمية حزب رسمية بهدف شو مايك بعدين ما عرفت الهدف شو لأن طلعت تشوف دعوة ما تعرف شو المطلوب لوين رايح وعاي أساس هلقى المسالة إذا حدا عزمك على العشاء بتقوله عاي أساس بدك تعزمني على العشاء لا بتروح أنت وهونيك بتعرف شو الموضوع فبما أنه في دعوات عم تجي أنا علي لبي هاي الدعوة مش خسران شي بلد لأول مرة رح رح روح اكتشف في حضارات حلوة رح تلحق بين هاي وضحا تكتشف مايك ما قلت اللي وصل راجعة لا على الأردن وصل راجعة الأردن بعرف لأن كل شهر ما توخز ما توخز ما توخز قلت أنهم أنا قلت أنه قلت النوم لعمل عدم تركيز طيب خليني ناخد اتصال قالوا بيزر أنه عدوى سيجيلة بيني وبين ماي انتقل لألي وقلك قالوا صباح الخير يا هلا تفضلي أكيد تفضلي صباح الخير في أسألك عن وضع الصحة وزوجة وولادي عندي صبي وبنتان إذا بتريد أول شي هاي دي السنة في عندكم بهجة بعد مرحلة ما رأتوها بتعب أو حزن صحيا ما في خطر رب البيت مرأ بمرحلة كتير صعبة انتهت الأمور تاريخ ما بيرجع بعيد نفسه لوارى ماديا الأمور بعدها ما عم تقدروا تستحصلوا على حقوق أو إذا عاطين حدا مساري أو كافلين حدا بمصرف ما عم تقدروا تحصلوا على حقوق مفروض شهر سبعة يكون شهر السعد للعائلة ككل بتصير الأمور المادية كتير منيحة شار 11 سفر أحد أفراد العائلة شكرا لك كمان عن اتصال المقابل مايك نعم يعني بتظل شهر أدار في أسماء سيصطع نجمة أو يعني في العنوان الأكبر رح يكون طاغي على كل الأسماء الجيش أكبر نجم يصطع من بعده ضغري المقاومة اللبنانية بما معناه حزب الله أنا ما بحب أقول المقاومة الإسلامية مقاومة اللبنانية بما معناه حزب الله من بعده ضغري الشعب ينتفض هوني عم نحكي بالمراحل انتفاضة الشعب رح تغير يعني هوني عطام البيانة وزاري لا 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 انتفاضة الشعب رح تغير الجيش المقاومة والشعب عم تقلي أنه في نجوم سوف تستع عطيتها الشعب رح يغير معادلة كبرى لدرجة أنه من الممكن ينطرح تعديل دستوري رسمي أنه الشعب ينتخي برئيس جمهوريته خلينا نتابع كمان مع اتصال ألو بونجور بونجور في أحكي مع مايك أكيد فيك تحكي مع مايك تفضلي صباح الخير صباح النور بدأ أسألك بدأ اسمي أنا لا بدأ أسألك عن عائلتي عندي بنته صبي ووضعنا يعني العائلة ماديا وصحيا وولادي بالمدرسة وإذا في أسأل عن أهلي عندي بابا وضعه صحيا وماما كمان إذا في أحكي يعني إذا في أسألك عنه هلأ بالنسبة لبيتك الأمور مستقرة ما نشايف أي خطر لا على الأبناء ولا عليكم لا بالصبي عندي صبي كتير وليش وهيكي الأمور العلمية في نجحات ولكن في تأخر هلأ بالوقت الحالي أول أربعة شهر بيكون في ياشي جديد عم بتعلموا بعده ضايج ولكن برجع بيثبت بالنصف العام بيرجع بقلع من أول وجديد فيه نجحات أهم الشي أنه ما تتعاملي معه بطريقة العناد لأنه مرح فيك لي خلي الأصاص هو اللي يمشي ما تمد إيدك عليه وحضرتك بس تعصب ما بتعرف حالك شو بتعملي أموره المستقبلية بيكون فيها نجحات كتير من ميلة الوالد بيقولك الله يطولك بعمره خلاص خلاص هيا بعد عنا اتصال فيه اسأله سؤال أوكي مرسي مرسي جارو لأن اتصالات عن جد ضغطة وأنا بعتذر بس ضروري أن يأخذ منك قصص كمان لأن فيهم يحكوك على رقمك يعني صارت هين القصة بس فيه ناس بتحب تحكيك على الهواب تنبسط بهذا الوقت مايك يعني عم بقرأ قلت لك عم بتمعان فسيرتلي أنه بيان رقم واحد قتى على لسان المقاومة عملية شبعة بتقلي بيان رقم اثنين بعد شوي بتقلي الجيش اللبناني القرار لي ما في تناقض يعني كيف المقاومة بتطلق بيان رقم اثنين بعد شوي بتقلي القرار للجيش اللبناني لا هي بتطلق بيان رقم اثنين مش هو علما أنه الأمور العسكرية بتحت قيادة الجيش الجيش ما حيقول بيان رقم اثنين بيان بيان رقم واحد نعم بس نحنا عم نقول بيان رقم اثنين معناتها هناك شيء سوف يحدث بلبنان مما يستدعي قرار من المقاومة على الحدود هون ما عم بقصد الحدود الجيش الجيش عنده قراراته داخل البلد بس وبناء لمنظومة وزارية عندما ينطفد الجيش الوزراء كله يقعد بقى البيت ويصير مين يقفل مين بده يقفل باب ويزد المفتاح مشان ما يفتح الباب لا الكل يراهن على الجيش واللي بيقلك يبدنا نوصل لوقت بالالفان وستعش اتمنى انه الدولة تعمل حكم اعدام مش الشعب بيعدم مايك فيه اعلان عم بيروّج مع ايدي الجيش مع فنانين ونجوم واعلاميين انه بعلن ولاقه للجيش اعلان رائع جدا بس ما بيكفينا بالاعلان يعني مطلوب من الشعب اللبناني عجده بكل صدق ومن دون اي ترويج يعني يكون هو بالفام الملقان عم بيعلن ولاقه للجيش وللجيش اللبناني بالدرجة المشكلة ما حدا رح يعمل أقلال كتير كلهم بيحكوا ولكن قلائل جدا يمكن اللي مثلك ومثلي وقت الزوم أقلال كتير لانه طالما فيه زعيم فيه وراء عالم يعني الجيش اكبر زعيم لازم يكون كلنا وراء لانه زعيم جاي وفالد يا الله بياخدوا ياهو قريبا رح نطرح هذا الموضوع بيوم جديد مع المشاهدين خاصة بالفترة الصباحية عندي كمان أتي صغل ألو صباح الخير صباح النور ياهلا تفضل فيه أحكي مع السيد مائك أكيد عم يسمعك معك أهلا بي توني صباحك أهلا توني صباحك أهلا فيه أعرف شيء عن حياتي وعن شمتاني السنة وعن شغل أهم شيء لو سمحت هلأ ما بعرف ليش لفتني صوت إمرأة حدك إذا هالأمرأة عم بتعاني من وجع رأس أتمنى بأسرع وقت ممكن تعمل فحص بالنسبة لحضرتك أمورك المستقبلية فيها نجاحات وهلأ موعود بالشيء على صعيد عملي ومادي بده يرجع يرد لك الماضي اللي ضع منك أمورك جيدة جدا على صعيد المستقبل بدك تتحمل شهرين اللي هني آذار ونسان بعيار أمورك كتير منفتحة برجع بقالك صوت لحدك إذا مرات عم بيحكموا صداع أو كتير أتمنى إجراء فحصات شكرا لك طوني منيخد اتصال الأخير بفترتنا المباشر على الهوى بس أكيد رقم مايك بس بدي عقب على شغلة حضرتك اللي بدك تطرحها بيوم جديد مافيك تقيس مشاهدين الأوتيفي على صعيد مشاهدين غير محطات أنا فهيدا شي بدك تكون حملة كتير كبيرة ما عم بتعامل مع ناس في قوي أنا عم بتعامل مع مواطنين لبنانيين أكانوا محبيين للأوتيفي ولا غير عم بيحضروك مافيك تقلي أنه مين قالك ما تقلي أنه اللي بد يحضر أحد القنوات اللي مزيعة يتهجم على الجيش وبعده بيحضرها هذا بحب الجيش يقلع له لهذه القناة بلا ما أذكر اسمه بلا بس أنت هكذا عم بتضيق الخناء علينا عم بتحضنا بالعسل بالوقت اللي نحن نحن نحوطين أنه قدرنا يعني كسرنا هذا الطوق وقدرنا من برتقاليتنا والمساحة البرتقالية لأنطال كل شرائح اللي عم بيحضرك 90% من الشرائح عم تحضرك ولكن في 10% بعد ضدك ما بدي يهون أنا رأيي ما بيلزم حدا هاي اللي كتير بيحترم صراحتك وقوتك ياريت كلهم بيكونوا هيك بهالصراح وبهالقوة إن كانوا سياسية أو شعب هيا ناخد آخر اتصال نعمل جوجة على العنوان الرئيسي للتوقعات اللي طلعنا فيها اليوم الجمعة 27 شبهات 2015 ألو 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 صباح الخير صباح النور يا هلا تفضل أهلا وسهلا بدي عزبك بقدر أحكي مع مايك بلي تفضل تفضل عم بيسمعك أوكي مايك بدي عزبك بدي أعرف شوي صغيري عن الوضع العائلي الوضع المادي وفي عندي اختل مدام تقاطع شوي بزروف بدي أعرف ظروف طلاق بدي أعرف لوين منوصل معه أنا بتشكرك ومارسي هلا بالنسبة للأمور العائلية البيتية اللي حضرتك عايشها مشاكل الغير عم بتفوت على بيتك عم تخلق لك نوع من التعصيب أو نوع من التلبيك وحضرتك بعدك كابد من جوا لدرجة أنه مرات عم بتحس حالك عم بديق نفسك عم بيحكمك رشفة مرات عم تحكمك دهوفة دوخة صغيرة حسنو دق خلقك هون بدي أقلك انتبه كتير كتير بهذا الموضوع حاول قدر المستطاع الأمور الخارجية ما تأثر عليك نفسيا بقلب البيت لأنه زادة عصابيتك بالنسبة لأخت زوجتك الطلاق واقع ما فيك تصلح شي ولا تعمل شي والحق عليها 90% ما تجارب تفوت بموضوع صلحة أو ترتب الأمور أو تطالب بشيء معين لإله خليك حضرتك بعيد الأمور سيرى فيك وبالك أبرز ما توقع ماكف غالي لليوم الجمعة 27 شباط 2015 لشهر أدار أدار شهر أسود على صعيد السياسة والأمنة من بعد بيان رقم واحد وعملية شبعة في الجنوب اللبناني بيان رقم اثنين سيصدر عن المقاومة الجيش اللبناني القرار لي قرار جريء جدا على صعيد المؤسسة العسكرية لبنان شبه حكم عسكري لانتخاب رئيس في الشهرين المقبلين ومن بعد انتخاب جدي للمجلس النيابي ينتج عنه رئيس جمهورية من شمال لبنان بتحب تضيف بتحب تعقب بتحب تصحح بتحب تعدل لأنه شهر حاسم بتسمح لي أحصل على توقيعك تشوف إذا بساعة مضايي هون ما بعرف مضطرة تكون فيك تفوت على الكلمات لأن بفهم خطي عون لو سمحت هيدا الكلام بيحمل توقيع مايك في غالي شهر قدر منه بعيد كم يوم ومنبلش وان شاء الله يعني الأحداث ما بتصير إنما إذا صارت هيدا الكارت منقدر نقش فيه من خلاله مع مايك في غالي أنا بقل لك مرسي بوميك أند وقل لك لمشوارك على الأردن سلمنا على كل المشاهدين بالمملكة ومنشوفك الجمعة الآدم من الأراض بأذن الله أهي أكيد عظيم أنا بودعكم مايو أنا بنشكر المتابعاتكم لقلنا بكرة يوم جديد على الساعة 8 ننهار الأحد بواحد أدار باسكال وأنا منطل عليكم بيوم جديد مع مواضيع وفقرات جديدة من هلا لوقت بوميك أند مع تحية إلي حوشان باي باي موسيقى